سيد نيدر العجبين مدير بالإدارة العامة لضمن الاجتماعي بالزرعة شؤون اجتماعية مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين اكسبرسا فهم ومشكورين على الدعوة الاستضافة. شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. وشنطلقوا معك مع اول صندوق وما تلاسة بالاساس نحكيها صندوق الواطن للتأمين على المرض. دول الشعب التنسي لكل يهموا الموضوع بما انه فهمت تعطيل كبير. المواطنين ليومش قادرين يعديوا الملفات متاحا. فمبعض الملفات اللي قاعدة تتعدى في صندوق الواطن التأمين على المرض اللي هي الملفات العاجلة تقريبا سينو فما تعطيل كبير. انهار لربعة تلاسة وعشرين ففري الفين وثين وعشرين يصدر برأة درس من الجمهورية التنسية لامر الرئاسي على ستة سبعين سنة الفين وثين وعشرين. مؤرخ في سين وعشرين ففري الفين وثين وعشرين والمتعلق بالمصادقة على النظام الاساسي الخاص بأعوان مؤسسات الزمان الاجتماعي. ومركز بحوطة دراسات الاجتماعية. عليش اليوم نقول في الكلام ذا? لانه مرتبط بعدم آآ المواصلة نشاط الصندوق الوطن تأمين على المرض وعملية الاضراب اللي صايرة اليوم. خلي نفهم معاك ساعة. في كلمتين شنوه اللي صاير بذلك بدلا ندخل في تفاصيل. بحي. آآ نجدد مرة اخرى معناها شكري على الدعوة. آآ ما ننجمش نبدأ كلمتي اني ما نعتذرش من منظورين او المواطنين معناها ممكن شوية التعطيل اللي صار لهم في آآ مصالحهم. احنا راوكي في وزارة شنوه اجتماعية ما انا ما ما ناشي راهو في الجانب هذا الراهو في الجانب الايجابي من المسألة. احنا هذا راهو مطلب تقدم عنده مدة كبيرة. خدمنا عليه وتبنيناه وسعينا انه باش نجسمه. الحمد لله تحقق انه باش تجسم كما كنت تحكي انتي فما الامر رئاسي لتعلق بالمصادقة على النظام الاساسي جديد به. الاشكال ممكن اختلاف آآ في الرؤاء معناها في حكاية التطبيق هو هذا شنو اللي اترح? احنا فما جانب ترتيبي وجانب مالي في النظام الاساسي. اه. الامر آآ رئاسي صدر. الملحق آآ تمكي ما كناه منه معناه وعندنا عالم به. انه التطبيق باش يبدأ في سنة تلفين وثلاثة وعشرين. المطلب اللي مطروح هو طوى التطبيق يبدأ من تاريخ نشر الامر رئاسي. ولهنها صار الاشكال. احنا راو حاجة باهية برشا. في تقديرنا كوزار الشرون اجتماعية. انه تمت المصادقة في حد ذات على الامر المتعلق بال بالنظام الاساسي. اش معناها? راو النظام الاساسي انه كتطلع على المحتوى بداعه. فيه زوز اقسام كبيرة. قسم ترتيبي وقسم مالي. يهمنا برشا زادة القسم الترتيبي على خطر يهم مسارات بتاع الاعوان بتاع مؤسسات الضمان الاجتماعي. راني نحكيه على تسع الاف ومئة عون. راني نحكي اليوم على اربعة مؤسسات. معادش نحكي على تلاثة مؤسسات. معادش نحكي في مفهوم الصناديق. راني ديما نتحركه ضمن استراتيجية كبيرة برشا للاصلاح بتاع منظومة الضمان الاجتماعي. راني اليوم نحكي على مركز دراسات. والبحوث الاجتماعية اللي اضحى اعوانه تنسى حب عليها الاحكام بتاع استاتيو جديد. خلينا نرجع معك شوية الكنام في حداتهم. لانه اليوم زادة. لا نحبه ندققه راو وشوف شوف. صحيح هي علاش علاش الكنام بانك. على خطر اه الخدمات اللي تتقدم من من عند الكنام. تتحس بشكل مباشر. تتحس بشكل مباشر. معنا يا راو. اه هذا هش نوع على خطر تول المطروح انه الكنام. صحيح انه الكنام. مهيش جميع المراكز راو زادة نحكيه. مهيش جميع المراكز هي المغلقة. فما على الاقل آآ بارشة مراكز محلولة وقاعدة تقدم في الخدمات التاحة. فما مراكز اخرى. صحيح قاعدة تقدم في الحد الادنى من هالخدمات. لكن لكن ما ما نجموش نقوله ما فماش مشكلة. واع. فما مشكل. المشكل ما هوش بال ما ما حقوش ياخو هالحجم هذا على خاطر احنا كاوزر شون اجتماعية. وجوز تنكمل الجملة. اه. اراه فما هالمطلب باذا وهذا نحب نحكي فيه اكثر. نحب نبين شنو المجهود اللي قامت به وزارة شون اجتماعية في الاتارة ذا. مش نشيهم بعض الحديث على المجهودات اللي انا مش نحكيه واسدها على تغييرات لازمات. تصير على عمال اللي صار في القوانين القديمة على وضعية الضمان الاجتماعي والتغطير اجتماعي المركز. بابش نتعرضو لهم. لكن نقبلها من هدايا. نرجع لفكرة القانون الاساسي. مش نحكي على وجهة النظر الاخرى. وجهة نظر الاعوان. اليوم وضربين قلت مش لكنا ما كان نحكيه على الهم. ما لا يهم. يهم هم القانون الاساسي هذي. الاشكال هما يعتبروا انه فما اشكال في تأويل ما ذكرة. او في تأويل قانوني انصح التعبير. علاش? خاطر انتم اليوم تقولوا او وزارة شؤون اجتماعية والجهة الرسمية. تقول انه اه اه من المفروض يدخل حيز التنفيذ سنة الفين وتلاثة وعشرين. اه? ما ده نحكيه على العام الجي. الاعتراض متاحهم هما يجي في انه. اه العام الجيه يروا بتدقيق شوية راي اشهر. احنا راينا على مارس اولا. اي بمسال معناتها باقل شوية معناتها مش مشكل بيه. تسعة شهر. اه المذكور في الامر هو المصادقة على القانون الاساسي. هما نقطين. اللي هما نصادقوا على القانون الاساسي. فلا? ويلغى النص السابق. مهم. اللي هو قانون تسعة وتسعين. وهنا فما فراغ قانون انصح التعبير. هذي وجهة النظر اللي تنقل فيها. هاي. الان فلا هذي وجهة النظر اللي نقل فيها. ولي نحبك سيد آآ آآ نادر العجابي. جاوبني على وجهة النظرة ذي. لانه كي تقراها هكا قانونيا. يذولي تستقيم. بيه. احنا ما وقتلك ملوه اللي زمنا نرجع ونفرق وندققوا بعض المفاهيم القانونية. احنا في صحيح امر المصادقة جاو فيه زوس فصو. مهم. فاصلوا خاص بعوان مؤسس ضمن الاجتماع ومركز بحوظ الدراسة الاجتماعية. الملحقي بهذا الامر الرئاسي. مهم. فما نظام اساسي اضحى ملحق بهذا الامر رئاسي. مهم. الفصل الثاني في الالغاء. وهو انه فما نصوص اخرى كانت تنظم. معناها نظام اساسي بتاع عام تسعة وتسعين. مهم. ما تنجمش انتي بش تحكي في اطار قانوني. الا ما تنظم الاطار العام. كتمشي انتي ما خاطر فما نظام اساسي غير منشور تو. مهم. وما يتنشرش هو. فيه احكام انتقالية. الاحكام الانتقالية اش تنص? تنص انه دخوله حيز التطبيق. بداية من واحد جام في الفين وتلاتة وعشري. وفيه معطأ اخر انه ضبط مرحلية التطبيق المالي تو بقرار من وزير اشؤون الاجتماعي. هذا ما يقدي ليش لفراغ على خاطر انا قانونيا بش نواصل العمل. مهم. بالنظام الاساسي الحالي. الى حين دخول النظام الاساسي الجديد حيز التطبيق. معناها احنا في الايطار هذا ما عنديش اشكال. اذا كان بش نحكي في المنطق معناها بالمنطق القانوني هذا ما عناش مشكل من حيث المبدأ. يعني يلغى النص السابق معناتها الالغاء. الالغاء خطر ما تنجمش شوف. ما تنجمش تاخو نص وحده. يزمك تاخو مجموعة النصص القانونية مع بعضها. وتاخو في حد ذاته اللي هو تضمن لاحكام انتقالية. بش نجم تبدأ صورة كلها واضحة. انا من هنا لكلازة وعشرين سواصل تطبيق النظام الاساسي الحالي. يعني الالغاء والتطبيق يبدأ واحد جانفي. يبدأ دخول هذا جديد واحد جانفي الفين وتلازة وعشرين. خلينا نخم من وجهة نظر الاخرى. لما لم يتم التنصيص على هذا بشكل واضح? يبقى في كلمات. شو شو شو? راو احنا راو كي نحكيه وراو ما هيش وزارة شون اجتماعية فقط هي من تصدر النصوص. راو النصوص هذه معناها صدرت لدها وزارة شون اجتماعية. تجاه فجارك باسم وزارة شون اجتماعية. لكن اندي راو كنت تمشي للاطلاعات واحد. اراه وفما هيكلة اخرى اتعدى عليها النص وابدعت فيها اراهيو من الناحية القانونية والسلامة القانونية للنص اذا. ممكن ممكن انتي طول كنت بش تحكيلي في اتار المجريات العامة بتاع الاشكال. ممكن بش تنجم انتي بش تقولي راو النص بتاعك معيب من الشكل ولا معيب. احنا كوزارة شون اجتماعية معنا حتى عيب شكلي او جواري في هذا النص. احنا اللي فرحانين به وعليش ديما نقول لك راني نحبه نشوفه الجانب الايجابي من المسألة. عنا نظام اساسي من الفين وثمنتاش واحنا في التفاوض فيه مع شريكنا والطرف الاجتماعي. اه النظام الاساسي هذا في ايجابياته انه اليوم حققناه واليوم اه اصدر امر المصادقة بتاعه. هذا في حد ذاته مكسب لوزارة شون اجتماعية. مكسب لليدرات العامة لمؤسسة ضمان الاجتماعي. وايضا ونسطر عليه هذي اره هو مكسب للاعوان. اره انا كي بش نحكي معناها هالفراغ التشريع. انا نقول لك اره معناش فراغ التشريع. خاطر عنا نصوص قانونية نستندولها ونعتمدوا بها. لكن انا كي نبدأ نشوف النظام شنو بش يجيب. هذي النقطة الايجابية. خاطر احنا راو ديما في وزارة شون اجتماعية. ديما رانا نسوقوا للمسائل الايجابية. راو مناها حتى لو كان فما عندي مشكل. انا شنو ولي عندي في النظام الحالي. هل هو استجابة لتطلعات الاعوان ولا لا. نقول لك راهوا استجابة واكثر. وما هوش بعزيز على العوان راه. نعرفوا اعواننا في مؤسسة الزمان الاجتماعي. وهنا بش نحكيه ببرشعة الزمان الاجتماعي. راو الحجرة اللي بش يتعدى بها. هالإصلاحات الكل. حجرة الزاوية. راو متنجم تكون كان عن طريق الاعوان. را انا احنا امتدادنا في تونس. راو عن طريق المؤسسات صحيح. لكن الخط الاول. الخط الاول لخدماتنا راهم الاعوان. هو يمكن زادة هوني نسألك لانه زادة فما نقطة اخرى. متنجم تكون هي طرحة الاشكال. لو كان من المفروض انه او على اقل ورد للمواصفين والاعوان. النص اللي بش نقرأه لك انه يطبق هذا القانون الاساسي بداية من صدوره. وهذا يمكن اللي. وين? هذي كان. هذي نص كان موجود. والا. جستما. وبالتالي خلق نوع من من الحساسية والا من الغضب ولا ما عارش كيفش تحب الترجمه. ولكنه كان من المفروض كان هكا بش يصير. لأ شوف. احنا راو يزن نفهمه انه النظام الاساسي يتعدى بمرحل. باهي? انا مناه الصيغة اللي تنجم تكون تحكي فيها. انت تنجم تكون الصيغة الرابعة او الخامسة. بعد التداول وبعد التشاور بعد الرجوع زادة للترف النقابي في ازاء عدة من الواعد بعد الملاحظات اللي تبدي هنا مختلف المصالح. خاطر راو كنعدي هنا نظام اساسي. مانيش نعدي فيه واحدة. راو فما آآ وزارة المالية تدخل. فما رئاس الحكومة تدخل. فما المحكمة الادارية تدخل. راو 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 انا النظام الاساسي معناه يمر بمرحل. المرحل احلى. الولا والاساسية هي التفاوض على. التفاوض في النظام الاساسي. هذيك غرينا السيغة والباهي فيها راو. وهيذي نحب نكده سيغة مشتركة بين وزارة الشهن الاجتماعية مؤسسة ضمان الاجتماعي. والطرف الاجتماعي. مه. ولينا راو كي نحكيه نحكيه عش سيغة المتفق بشأنها. واخت لي نمشيه احنا كوزارة الشهن اجتماعية نتفاوضه رأنا نتفاوضه على سيغة تم الاتفاقي بشأنها في جوانبها الترتيبية وفي جوانبها المالية السيغة هذه كلها كلها دفعنا عليها وسعينا انها تكون هي بيدها سيغة السيغة تتبدل اجراءات التطبيق تتبدل فما اشياء انه تفرض روحها انه تقولك مثلا نره في الاحكام الانتقالية يلزم شوية مناقشة مناها الاحكام الانتقالية اللي احنا ديما نشوفه فيه من الزاوية الولى انه لا انا النظام الاساسي وعليش ما يتبقش فورا رو ديما في اي انظمة اساسية رو تلجأ الاحكام الانتقالية ما رو في الاحكام الانتقالية تجاه في الجوانب الترتيبية والمالية وتمتد لحنا تولي عنا به في المسألة عندي نظام اساسي عني تاريخ محدد لدخوله حيز التطبيق وفما لجنة فنية واللي انا نحب نحكي عليها انه بيش تتكون ما بيننا وبين شريكنا الاجتماعي ما بيننا وبين مؤسسة ضمن الاجتماعي انه بيش تضع السياغة العملية والترتيبية للشروع في تطبيق هالنظام الاساسي رو انا رو ما عنديش الحق اني نخطأ في اي وضعية تهم اي عون بيش بشي يقع اليوم التعامل ولا التفاعل مع مع اللي يصير في المؤسسات هدية مع الاعوان والمواصفين هدوما خاصة وانه وانه نفكر خليني نفكر الناس اللي تسمع فينا اللي مالك ازاي وزير الشؤون الاجتماعي كان قال لي هو اضراب غير قانوني مثلاً اللي صاير اليوم في الكني هل يوفر منوع من التصعيد بشكل من الاشكال لا لا نشوف شوف لا لا وقال لو جاء الوزارة لنت تتسامح مع الناس هذوم بيه انا 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 نفس الدسكور رو نحكيه فيه وزارة كاملة بما في ذلك السيد وزير الشؤون اجتماعي ماناش مش نحكيه معناها دسكور غيره اذا كان نحكيه فيه مفهوم الاضراب فلنقولها بصراحة فهو اضراب لم تحترم فيه الاجراءات القانونية تعرف شو معناها اضراب ولا لا الاضراب تبقى احكام مجال التشغل يجب ان يكون معلمون به معلمون ببدايته ومعلمون بنهايته اراه المشرع واختلي دستر يحط لك الاضراب كاذراءة ضمن الدستور اراه الاساس عليش انه بشي تم تعطيل جملة من القوانين اللي تتطبق في صورة المخالفة اراه واختلي انا نقول لك الاضراب تسبقوا تسبقوا جلسات صلحية ما بين الطرف الاجتماعي والادارة من اجل ايجاد سبل لتسويت هالنزاع عبروا عن امتعاض قبل ما يصير الاضراب هذية وتم اللقاء والحديث حول مباعم لا خانت فاسلك حاجة احنا في بالك اللي احنا عنا اضراب مؤجل احنا توف الزمان الاجتماعي في القطاع عنا اضراب مؤجل معناها عنا برقية تنبيه باضراب فيها جملة من النقاط على رأسها النظام الاساسي وانش رامعنا وتم تأجيل الاضراب الى خمستاش اه ستاش سبعتاش ولا خمستاش ستاش ما نستحضرش بالضبط تم تأجيل الاضراب وقت لانا توف بش يجيني توف البرقية بش نعاود نجس مع طرف الاجتماعي ونعاود نحاور من جديد لكن توف رأنا اذا كان بش نسميه الامور بمسميات راك اذا كان بش تحكي على اضراب راهوا اضراب لم تحترم فيه الاجراءات القانونية خلينا نكونوا واضحين في المسألة هذية ما فيهاش معناها تقول ايراني فيه اضراب لم يبلغ لوزارة الشؤون اجتماعية ونقولوها صراحة اي برقية تنبيه باذراب مسبقة اتعلمنا انه راو فمه اضراب وحتى لو كان بلغت احنا الاجراءات تفرض علينا قانون الراو انه ندخل في مرحلة تفاوض ندخل في مرحلة تفاوض اللي احنا نسميها في القانون الجلسة صلحية اولى اللي شنوا بش نوصلوا يا اما انه نتفقوا على النقاط هذي يا اما انه ناجلوا الاذراب يا اما انه يلغى هالاذراب نحن لسنا في هذي الوضعين انت قلت انه الاذراب لم تحترم فيه معناها هذي الناس عطلت مصالح المواطنين هكو ولاك وعليش ما يتمشي اتخاذ معناها تطبيق القانون به ما هو غير قانوني هو طبعا يملي اه اه او دجاع الوزير اليوم يعتذر للناس وانا نجدد اعتذاري وانا نجدد اعتذاري من هذا المنبر ما ناش وح به فهمنا الصورة على الاقل خليوا ما اللي يتبع فينا يفهم يفهم ويفرق ما معنى انك تكون فيه اضراب قانوني وما معنى بيه بالنسبة بالنسبة للاجراءات الاجراءات انا قلت كلمة قلت كتاب دا فيه اضراب قانوني راي تتعطل جملة من القوانين اللي هي قوانين حماية لك احنا اليوم في توضعية انه مرفق عام معطر خلنبدأ واضحين فيها زاد النقطة هذي مرفق عام معطر رانا ما ناش نسيره في مؤسسات عادية رانا ديما تحت سقف القانون نتصرفه في مرفق عام يزدي خدمات لمنظوري الضمان الاجتماعي وزارة شنو اجتماعية مؤسسات الضمان الاجتماعي خاطر الاجراءات تيخوا حيز من الزمان وقد بادرت وقد باشرت في اتخاذ الاجراءات التي تفرضها النصوص القانونية في هذا الاطار احنا رانا ما ناش ما ناش معناها الغاية بتاعنا ما طبش ترجع لا شوف شوف اذا كانك انت يتوا باش نحكيه المبدأ الاساسي هو الرجوع الى العمل والاتحاق بمراكز العمل مش راجعين توا الى العمل لك لا لا بشوف احنا هذي دعوة ندعيه للعودة للنشاط وبش يقع فتح توتار وبش يقع فتح باب الحوار رانا اقتراك رات تحكي في وزارة شنو اجتماعية راي ما هيش من اول المشاكل اللي مرت بها وزارة شنو اجتماعية راي هي المعنية اساسا بالحوار امتدادها افقية على مستباقي الوزارات الكل في المسائل والمشاكل الاجتماعية احنا احنا دعوة احنا دعوة وجهت دعوة وجهت في بلغات رسمية خرجت من مؤسسة دمان الاجتماعي دعوة بكل يلطف هننزدوها الى الالتحاق بمراكز العمل احنا فهمة اجراءات قانونية جاعدين نبشروا فيها وصالوا بدينا في الاجراءات القانونية زادة راينا نحكيه لهنا راينا نحبه نسطروها مناش لهنا بش ندفعه نحو الاقصى راينا ديما نقولك راينا راينا مؤسسة حوار راينا عنا تقاليد الحوار لكن اذا كان احنا في وضعية لا تستقيم من الناحية القانونية اذا كان ما استقمتش من الناحية القانونية فما اجراءات قانونية مضبوطة في الوضعية تذي راينا كي نحكي على الاذراب نحكي على الاذراب القانوني رايو فيه حماية للعون في حد ذاته رايو اذا كان انت معناها اقصى في الاذراب القانوني اني انا بش نقولك رايو عندي قاعدة العمل المنجس بش تولي اذا كان جدي في اضراب بش نتبق قاعدة العمل غير منشط. معناها هو الاقتطاع من الوجوه. لكن راني ما نيش نتحرك ما نيش في المربع هذا جاعد نحك. ممكن تصير هيدا معنات. اكيد. اكيد توا احنا شو معناها قلت لك انا في الاضراب القانوني راه. انا راني ما نيش في الوضعية بتاع اضراب قانوني. ان احنا توا في اضراب انتو ما تعتبرو اضراب غير قانوني. لا وهو بالنص راه هو بالنص مش احنا نعتبروه. النص يجيه يقول لك يقول لك راه هو بش تعمل اضراب. ترجع المجاب. واضح. دي واضح. دي واضح. تسلتونك بليك. لاتن تويك اللي المرحلة اللي جاية دي كنت واضح فيه قلت راه هو بش نمرو لمرحلة الاقتطاع من الاجور. و بش نتبقوا القانون بش نتبقوا القانون زادة راه هو شوف شوف. اذا كان احنا بش نتحركوا في الاتارة هزايا راه هو بش نكونوا واضحين زادة. راه هو عند قوانين انتي تحترمها. واحنا قوانيننا بجو عيلات. انو بش نكونوا كنا تحت سقفة فقط. واضح. بش نرجع عن بعد شوية نبشيولي ملف اخر آآ آآ ملف مربوط بشكل مباشرة. خطر نحكيه على صنة ديقة الاجتماعية. والاصلاح اللي هي حاجة تهمة توانسة لكل خطر مرتبطة بتغطيتهم الاجتماعي بحمايتهم بامنهم الاجتماعي بعد الاخبار مباشرة.